اشتركوا في القناة قبل ما يبدو ما تنساوش اليك تصور زوار جدد تهبطوا اسفل الفيديو وتديروا الشراك في القناة وتضغطوا على الجرس وما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتخليوا تعليق وديروا بارتاج اذا على بركة الله سؤال 21 إلا كنت غادي بسرعة 60 كم في الساعة عند استضاء الواجهة الأمامية ديال السيارة يمكن لهذا الراكب يشد مزيان هذا الطفل لإجابة واحد يمكن لهذا الراكب يترمى لقدام لإجابة جوج يمكن له يسحق الطفل لإجابة 3 هنا قل لك إلا كنت غادي بسرعة 60 كم في الساعة عند استضاء الواجهة الأمامية ديال السيارة يليك تغادي بالسين وقع شي السيدان واش هاد الراكب غايت شد مزيان هالطفل إلا يقدر يقدر هاد الراكب إزاير ذاك الدري يسحقه يقتله يسحق هي يموت ويقدر هاد الراكب يترمى من السيارة هو الطفل يقدروا يترمى لقدام ويقدر يقدر الله الطفل يسحق هي كيموت بالقوة ديال الاستضاءة يقدر ذاك الراكب إزاير بزايف الدري غادي يقول لي خانقه ويموت لي فيده إذن هنا الجاوب صحيح هو جوج ثلاثة والله ينجينا وينجيكم الحوادث والكوارث إن شاء الله سؤال 22 عندي الحمى كثيرة وكنسة الأكثر يمكنني قل التركيز ذيالي نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج هنا قل لك عندي الحمى كثيرة الحمى اللي هي السخانة وكنسال أكثر كنسال هي في الكحبة كنكح بزاف إذن في هذه الحالة أنا مريد التركيز ذيالي كي غادي يولي غادي يولي قليل التركيز ذيالي غادي يولي أقل إذن كي قل التركيز ذيالي نعم ولقل التركيز كي طوال وقت رد الفعل إذن هنا الجواب الصحيح هو رقم واحد سؤال ثلاثة وعشرين من الواجب نقل الأطفال اللي كتقل على عشرة سنوات في المقعد الخلفي نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج كما قلنا سابقا أن دائما ذيالي الصغير خاصة نديره في المقاعد الخلفية إذن الجواب الصحيح هو رقم واحد سؤال 24 كان سوق بسرعة 100 كم وطر في الساعة من الواجب ننقص من السرعة إلى بغيت نخرج من المسلك التباطع نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج إلا كنت غادي نتاجه للقدام نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربع هنا قال لك كان سوق بسرعة 100 كم في الساعة نتغادي بمية من الواجب ننقص من السرعة هنا كان ننقص من السرعة هنا كان مشي بقل من 100 إلا بغيت نخرج من المسلك التباطع نعم إلا بغيت نخرج من الوطاروت من هذا المسلك هذا خاصة ننقص علاش حينت مسلك التباطع محدة في السرعة فاش في 80 كم في الساعة إلا بغيت نخرج مسلك التباطع نعم خاصة ننقص ولكن إلا كنت غادي نتاجه للقدام لا إلا بغيت نتابع سير القدام ما ننقص علاش حينت القدام عندك السرعة محدودة في 120 حينت أنت غادي في الوطاروس إلا كنت نقص من السرعة إلا بغيت تخرج من المسلك التباطع إلا الجواب صحيح هو 1 4 سؤال 25 كنت نسوق بسرعة السين كلمتر في الساعة شحال كنت تقطع العربة ذيالي خلال الفترة الزمانية الوقت رد الفعل 5 مترو الإجابة 1 14 مترو الإجابة جوج 18 مترو الإجابة 3 إلا بغيت تخرج من المسلك التباطع وقت رد الفعل كي غادي نديرو حتى كنحسبوه السرعة باش كنمشي كنحيض له الصفر العدد العشر اللي غادي بقى كنضربوه فاش في ثلاثة غادي بسين 6 في ثلاثة 80 8 8 8 11 10 9 12 12 3 إذا هنا غادي بسين كنضربوه 6 3 شحال جابة 18 مترو إذن هنا 6 في ثلاثة هي 18 إذن الجواب صحيح هو رقم 3 والعداد اللي كنضربوه فستا هذيك مسافة الأمان مسافة الأمان السرعة اللي كنمشي بها كنحيض له الصفر والعداد اللي كيبقى كنضربوه فستا 110 فستا 120 12 فستا ومسافة الوقوف العداد في نفسه أما هنا وقت رد الفعل العداد فاش فستا إذا الجواب صحيح هو رقم 3 سؤال 26 هات ساهم كي علم على طريق خاصة باللي غايدور على الليسر الإجابة واحد وجود منعرش خاطير على الليسر الإجابة جوج أنا هات ساهم هات ساهم هذا الشي كي يقول لي كي يقول لي راها طريق خاصة باللي غايدور على الليسر ماشي فيراج فيراج ما كيكونش فيها تساهم إذا هات ساهم كي يكون في الملتاقة ديال الطرق كي يقول لك هات طريق هذي راها خاصة باللي غايدور على الليسر إذا الجواب صحيح هو رقم 1 السؤال 27 القميس العاكس وش من الواجب يكون داخل السيارة نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج القميس العاكس وش من الواجب يكون داخل السيارة نعم علاش القميس العاكس هو الجيلي هذا هو الجيلي ضروري يكون في السيارة وعندك الحق يكون أصفر بحل ما هذا أو يكون بورتوقالي يكون صفر أو لا بورتوقالي والدور ديال القميس العاكس الدور رياله كان لبسه منك يكون عندي شي عطاب في السيارة مثلا كان عندي عطاب بالليل كان لبسه باش كان يكون باين في الطريق حينته هو منك يضرب فيه الضو كيعكس الضو إذن الجواب صحيح ورقم واحد السؤال 28 ما هي الوضعية الصحيحة في السير العادي رقم واحد الإجابة واحد رقم جوج الإجابة جوج هنا ما هي الوضعية الصحيحة في السير العادي السير العادي هو أنت غادي شاء الطريق أنت غادي في طريق الوضعية الصحيحة هي رقم واحد خذتك رجليك تحييده عن لهم برياج الرجل اللي صريح خاسها ما تبقاش فوق لوم برياج خاسها تحييد عن لوم برياج كتكون رجل فوق كسيراتور ورجل على محيدة على لوم برياج أما الوضعية رقم واحد رقم جوج مسحيحاش هاد وضعية هذي مسحيحاش اللي صحيحة هي رقم واحد وهنا إلى الاحتوال السائق كيسوق باش بصندالة الصندالة راها منوعة في السياقة الصندالة راها ممنوعة في السياقة إذن هنا بقوا في السؤال ديانا الجواب صحيح هو رقم واحد هنا تصورة كنت تصورتها في الصيف غير باش نوريكم الوضع يا وصافي ما كنتش لابسة صباط ولا سبردي لا ولا السؤال تسعود وعشرين مراقبة العجلات بالسمرار واجب نراقب البنية الإجابة واحد ومستوى التأكل الإجابة جوج جوانب الإطار المطاطي الإجابة ثلاثة ومستوى ضغط الهواء لإجابة ربع مراقبة العجلات بالسمرار البنوذيالي أش كنقلب فيه دائما كنقلب مستوى التأكل واش النقش باقي مزيان ولا لا وكنقلب جوانب الإطار المطاطي إجناب ديال البنو كنقلبهم من الداخل لا يكون مشرق ولا ضربه شي جاجا ولا يكون شي مسمار إذا البنية ما كتتقلبش علاش أشن هي البنية؟ البنية هي الحجم ديال البنو الحجم ديال البنو ما كيتبدلش اللي كيمشي لنا هو الضواقة النقش واللي كيمشي ومستوى ضغط الهواء حتى هو ما كنقلبهوش الضغط ديال الهواء كيتقلب من شهر للشهر ضغط الهواء هو البن كيتقلب من شهر للشهر إذا الجواب صحيح هو جوج ثلاثة السؤال ثلاثين ننقص من السرعة ونمر لإجابة واحد نحتافظ بالسرعة ديالي ونمر لإجابة جوج فهذا الحالة عندي خطأ ديالاش ديال أطفال أو ملعب أو مدراسة هذا العلامة كتكون قرب مدراسة ولا ملعب ولا مكان كيتواجدو بي أطفال إذا ماني كنشوف اسنو شنو خاسني ندير خاسني ننقص من السرعة ونمر النمر يندوس إذا الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال واحد وثلاثين إذا شفت هاد العلامة غد نعرف أنه من الواجب عليا نتجنب أسباب الحارق لإجابة واحد أني غد نلقى حارق في الغابة ولازم نوقف لإجابة جوج هنا ماني كنشوف هاد العلامة هذي هاد العلامة ديال الغابة وكتقول ليك راه هناك خطر تعرض الغابة الاحتراق إذا ماني كنشوف هاد العلامة هذي خاسني نجنب أسباب الحارق ومن الأسباب ديال الحارق هو تشعل العافية أو ترمي البقايا ديال السيجارة ترمي داك القارو البونتا ديال القارو إذا لاحتيها تقدر تسبب في شي حارق إذا الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال 32 يمكن لي أن توقف قبل العلامة نا عمل إجابة واحد لاإجابة جوج يمكن لي أن توقف قبل العلامة إلا، علاش حينت عندي 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 علامة منوع التوقوف وقلنا للمنع يتطبق من العلامة القدام المنع يتطبق بعد العلامة من العلامة القدام ولكن قبل العلامة علاش الله حينت عندي الطروتوار بيض أحمر والطروتوار بيض أحمر كي منع التوقف أشنا هو التوقف منع لي رسول الطموبيلتي ونمشي اللي بسموح لي هنا هو الوقوف الوقوف هو نحط بلاسة أو نهز بلاسة إذن يمكن ينتوقف قبل العلامة وحتى بعد العلامة علاش حينت كينا البلاكة زائد الطروتوار إذا الجواب صحيح هو رقم جوج ولكن طروتوار صفر كي منع الوقوف والتوقوف سؤال 33 في هدل حالة ندوز الإجابة واحد نوقف الإجابة جوج يمكن ننبه بالمنبه الصوتي نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربع في هدل حالة واش كندوز ولا كان وقف في هدل حالة كان وقف علاش حينت عندي حيوان في طريق ويمكن لي ننبه بالمنبه الصوتي إلا علاش حيوان ما كان ديرش ليك لكسون إذا الجواب صحيح هو جوج ربع سؤال 34 مسح وتنظيف إنارة السيارة كي ساهم في إنارة جيدة الإجابة واحد يعمل على ضرط الإنارة الإجابة جوج وما تنساوش ديرو جيم للفيديو هنا مسح 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 وتنظيف إنارة السيارة مني كان مسح ذاك الضو ذاك المسيح كي ساهم في إنارة جيدة ذاك الضو ديالي كي يبان بوضوح أما اللي كيعمل على ضرط الإنارة هو التريسيان التريسيان هو اللي كي ضرط الإنارة بحلاش إلا كان الضو كيشوف الفوق كان مشاع التريسيان كييريقلو باش كيواللي كيشوف مقاد إذن كيساهم في إنارة جيدة وواحد المعلومة دائما اللي بيت نمسح الضو من الأفضل لحكوم بسينيال باش كيحي الدكسفورية اللي كتكون فيهم السؤال 35 كان سوق بسرعة 100 كم في ساعة يمكن النقص من السرعة نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج هنا أنا غادي بسرعة 100 واش يمكن ليا نقص سرعة نعم علاش يمكن ليا لا بغيت أنا نقص حين تقل لك ماش من الواجب كون قل لك من الواجب كن قل لي لا علاش حين السرعة محد في 100 ولكن يمكن ليا نقص نعم الجواب صحيح هو رقم واحد سؤال 36 المعاينة الودية ما كتكون صالحة إلا لك نقص من طرف صائقين بزوج نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج المعاينة الودية اللي هي الكوستا قل لك ما كتكون صالحة إلا لك كنت موقعها من طرف الصائق يمزوج نعم الكوستا ما كتكون صالحة إلا مني كي سنف سائق يمزوج حين الكوستا مني كتعمر كن سنف فيها أنا والشخص الأخر أنا واللي دلت ما حديث مني كن وقعه بجوج راك الصحاب لا سيرونس كيعرف أن أنا مفاهمين أما لكن موقع غير أنا وشرك المعاينة كتكون صالحة ما كتكون صالحة إذن الجواب الصحيح هو رقم واحد سؤال سبعة وثلاثين فهالتقابل صعب من الواجب على هات السيارة توقف وتخلي نندوز نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج فهدل حالة شونك يوقف وش كان وقف أنا ولا الشخص اللي طالع فهدل حالة كان وقف أنا علاش حين أنا هابط خفيف أما اللي طالع طالع بصعوبة دائما اللي هابط واللي كيوقف إذن وش واجب على هات السيارة توقف إلا أنا اللي غادين نوقف لها حتى الدوز إذا الجواب صحيح هو رقم جوج سؤال ثمانية وثلاثين سلوك الطفل غير متوقع نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج لازم على السائق ياخذ الاحتياط ديالو نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربع سلوك الطفل غير متوقع نعم دري الصغير منك يكون معايا في السيارة راشي حاجة اللي غيدير ما كنكونش عارفة يقدر يهب تجاج يفتح الباب يلوح شي حاجة من السيارة إذن السلوك ديالو ما كيكونش متوقع نعم ولازم على السائق ياخذ الاحتياط ديالو نعم خذ السائق يدر البال مع الدري صغير إلا كم في السيارة إذا الجواب الصحيح هو واحد ثلاثة والله يرزقنا جميعا الدرية صالحة إن شاء الله سؤال تسعود وثلاثين السرعة محدودة في مئة وعشرين كلمتر في الساعة نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج من المستحسن نقص من السرعة نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة هنا السرعة محدودة في مئة وعشرين نعم علاش حين تلوتروت لوتروت محدودة سرعة في مئة وعشرين باش عرفنا لوتروت خط نتاصر على الليسر ها هو وحاجز بيننا وبين ناس اللي جايين وكين نوحد ضلاكة زرقة وكين شريط الوقوف الاستعجالي ولوتروت ملوع فيها الوقوف والتوقوف والرجوع الخلف ونصف دورة وأقل سرعة في الوتروت هي ستين وأقصى سرعة هي مئة وعشرين إذن سرعة محدودة في مئة وعشرين نعم ومن المستحسن نقص من السرعة نعم عندي خطار ديال الريح ها هي هذ إشارة تقولي رأى عندك خطار ديال الريح إذن من المستحسن نقص من السرعة نعم مشي من الواجب هنت من الواجب علي أن نقص سرعة في الوتروت مني كتكون شتاق إلا كنت شتاول الضباب ديك ساعة واجب علي أن نقص سرعة ديك ساعة ما كنفوت شمية في السرعة أما لك الجو هادي كين غر ريح را كنمشي بمئة وعشرين وحسن لي أن نقص سرعة نعم إذن واحد ثلاثة سؤال ربعين هذ العلامة كتلزم علي انظور على المدار من جهة لي نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج يمكن لي نقوم بنصف دورة نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربع هنا هذ العلامة هذ العلامة هذي كتلزم علي انظور على المدار من جهة لي من نعم هذ العلامة هذي كتقول لي من الواجب علي خاصني إلا بغيت ندور على المدار المدار هو الرومبا إلا بغيت ندور على الرومبا ندور مال ليمن مشي من ليصر نعم وش كوني خلاني أنني ندور على الرومبا من ليمن هي هاد العلامة هادي هاد العلامة هادي كدقون لي خاص الرومبا تدور ليها من ليمن إذن نعم ويمكن لي نقوم بنصف دورة نعم إلا بغيت أنق وندور على الرومبا ورجع لهذا جيه واش كي يمنعني شي حد يمكن لي إلا بغيت نعم كون قليك كتلزم علي نقوم بنصف دورة لا مش من الواجب علي نضير نصف دورة ولكن يمكن لي نعم اذا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة هنا وصلنا النهاية دي شرح سلسلة 35 نتلقعه ان شاء الله في سلسلة 35 ما تنسىوش ديرو جيمل الفيديو ديرو بارتاج ونسألكم الدعاء ونتمنىوش جميع التوفيق والله يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته